أهلاً بالجمهور الكريم في الحلقة الماضية قدمنا لكم فرضية الأستاذ ماركوس جروس حول التأثير البودي في الحج الجاهلي وانتقاله للإسلام ورأينا تشابه الشديد في الشعائر الإحرام ورمزه وما معناه معنى اللون الأبيض والبرتقالي وحلق الشعر وعدم قتل الحشرات وتقطيع أشجار المعبد كذلك وجوب النية قبل التعبد وغيرها من الأمور التي تطابق العبادتها ومنكم من يتساءل لماذا تقدم لنا نظريات وفرضيات مختلفة حول نشأة الإسلام فمرة تقول محمد نبي العرب ومرة أخرى تقول هو الممجد فهو المسيح وهذا يجعل من المتتبع يتوه وسط كم المعلومات التي تقدمها فلا نعرف الحقيقة أين هي فلماذا لا نكتفي بالتراط الإسلامي الذي تعلمناه وصدقناه ولا نراه حقيقة أخرى غيره لدراسة التاريخ المادي لأي شخصية تاريخية هل فعلا كان موجودا أم أسطورة؟ ندقق في بقايا الآثار التي تركتها هذه الشخصية التاريخية من مخطوطات وعملات ونقوش ولا نكتفي بما كتب عنه مؤيديه من جانب آخر كالأعداء فعندما ندرس التاريخ المادي ما نعرفه عن الرسول محمد أن لنا لا نجد تفاصيل دقيقة حتى القرن الثاني للهجرة ونتساءل لماذا؟ فلو أخذنا على سبيل المثال شخصية نابوليون بونابارت الذي تفرقنا عن حياته قرنين من الزمان وأردنا أن نعتمد على الرواية الشفاهية فقط فما عسانا أن نحصل عليه من أخبار؟ ربما أشياء بسيطة لا تكفي أن تبرهن على وجوده كشخصية حقيقية مرت في التاريخ لكن عندما نجد كتابات كثيرة كتبت عنه من طرف الفرنسيين وغيرهم ترجع لتلك الفترة وحتى الأعداء كتبوا عنه الحملة الفرنسية على مصر على سبيل المثال تظهر أن الرجل فعلا قام بحملة من خلال كميات المعلومات عن مصر من قبل الفرنسيين في تلك الحقبة وحتى المصريين أنفسهم كتبوا عنه ولنا شخصية جون جوزيف مارسيل الذي تحدثنا عنه سابقا في المخطوطات المستشرق الفرنسي الفرنسي الذي أخرج من مصر آلاف المخطوطات معظمها من جامع عمر بن العاص في تلك الحملة إذن نعرف جيدا أن نابوليون شخصية حقيقية بخلاف الشخصية البريطانية الملك آرثر الذي هو عبارة عن أسطورة لعدم توفر تاريخ مادي لهذه الشخصية نعود لشخصية محمد فهل كان شخصية حقيقية كما كتبته السير والأخبار؟ الجواب لا وجود لتاريخ مادي يفيد وجود هذه الشخصية بالمواصفات التي قيلت عنه نعم هناك قائدا عربيا فتاحا أو توسع في العديد من المناطق المجاورة للعرب كبلاد الشام والعراق ولا نعرف حتى اسمه الحقيقي فهناك نظريات تحتاج لبحث عميق لكن من شبه المؤكد أنه أعطي له لقب محمد أو محمد كلقب شرفي لإعلاء من شأنه لأنه استطاع أن يحقق مجدا للعرب ويقضي على هيمنة الأمبراطوريتين البزنطية والسسانية نعم هناك مخطوطات تعد على أصابيع اليد الواحدة تعود لتلك الحقبة تتحدث عنه وبهذا اللقب محمد أو محمد لكن ما يعطي بعدا آخرا في دراسة تاريخية هذه الشخصية هي العملات التي تعود لتلك الفترة والعملات أهم من المخطوطات نظرا لسببين الأول أنها مؤرخة ثانيا لأنها رسمية قامت بسكها الدولة نفسها بينما المخطوطات لا تحمل تاريخ وكتبت من طرف شخصيات عادية ليس لها قيمة بالمقارنة مع الدولة نفسها يؤكد الأستاذ بولكر بوب المتخصص في العملات العربية والفارسية القديمة أن كلمة محمد أو محمد لا تعني اسم النبي عربي اسمه محمد وإنما شعارات وضعت على العملات في العصر الأموي قبل عبد الملك بن مروان على سبيل المثال توجد عملة تعود لسنة عشرين للحكم العربي أو الهجري عليها عبارة عبد الله والتي تعني خادم الرب كما جاء وصفه في أشعية النبي الموضعين العدد التسعتاش يقول كعبيد أدناي أي كعبيد الله أو كعبد الله وعند قراءة الإصحاح نجده يتكلم عن سماع الصم وإبصار العم كما يتضح من العدد التمنتاش أيها الصم اسمعوا أيها العمي انظروا لتبصوا فالحديث إذن بحسب العقيدة المسيحية عن المسيح وبالنسبة لليهود يتحدث عن المسيح المنتظر إذن عبد الله هو المسيح حتى بحسب القرآن عندما تكلم في المهد قال إني عبد الله آتاني الكتابة وجعلني نبيا وذلك في سورة مريم الآياء 30 وبالتالي عبد الله هو خادم الرب ولهذا السبب نجد عبارة عبد الله معاوية على نقوش حمامات قدرة وعبد الله الزنبيل أو الزنبلان في عملة ساسانية وهناك عملة أخرى يوجد عليها كلمة الأمير وهذه الكلمة يقول فولكر بوب بمعنى الذي يتبع أمر الله كما جاء في سورة الرعد الآية 21 أما كلمة محمد فلا تعني اسم شخص بل شعار يفيد الذي آتيناه الحكم يحيى بن زكريا في القرآن لا يشار إليه بالمغطس أو المعمدان وإنما ممن آتاه حكم الله وذلك في سورة مريم الآية 12 وفي عملة ساسانية أخطأ المستشرقون في قراءتها فقرأوا محمد M-H-M-T وهذه العملة تعود لسنة 72 للحكم العربي أو الهجري وبالتالي فكلمة محمد هي عبارة عن شعار يفيد أن لا حكم إلا لله بحسب الأستاذ فولكر بوب ففي عهد عبد الملك بن مروان صار حكم الله يأتي به رسول الله فأصبحت عبارة محمد رسول الله متداولة في العديد من العملات وبعدها أضيفت عبارة لا إله إلا الله محمد رسول الله في العملات وهي الشهادة المعروفة في الإسلام وفي العصر العباسي وبعد تدمير الخلافة الأموية اعتقدوا أن محمد هو القائد العربي الذي تحقق على يده النصر فأصبح هو رسول الله نكتفي بهذا القدر وإلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر